موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورخوان في الله متتبعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات اليوم وفي آتي الحلقة سأقدم لكم مشرح حول كيفية تركيب كاميرا الرجوع للخلف للسيارة على طاولة الاختبار حتى يتسنى للجميع أخذ فكرة عامة عن كيفية تركيبها ومدى سهولتها لأن الكثير من الناس يعتقد بأنه عندما يرى أهل الاختصاص يقومون بتركيبها على السيارات دائما ما يفكر بأنها من أصاب الأمور لكن أقول لكم إخواني كل شيء سهل فمثل ما هو تعلم أنت كذلك ستتعلم الهدف من الفيديوهات التعليمية التي نضعها على اليوتيوب ليس بالضرورة أن تطبقها لكن على الأقل تأخذ فكرة عن عمل كل الأجهزة التي تمر عليك ولا أحد بعدها يستطيع خذاعك لنمر للتطبيق الآن هذه الكاميرا تحتوي على نوعين من التركيب التركيب الأول من الشاشة إلى الكاميرا عبر الأسلاك والتركيب الثاني عن بعد بمعنى نقوم بتركيب الكاميرا بالخلف والشاشة في مكانها دون أن نوصل الأسلاك بينهما هنا مثل لو أردنا تركيبها كليا بواسط الأسلاك سأقوم بتركيب كل هذه الأسلاك مع هذه القطعات لكن إذا أردت تركيب كل قطعة الشاشة بمكانها والكاميرا بمكانها سأقوم بإدخال هذه القطعتين وأقوم بإخراج هذه القطعة وكذلك هذه بهذا أقوم بتركيب الكاميرا بالخلف لوحدها وأقوم بتركيب الشاشة داخل مقصورة السيارة لوحدها كيف نقوم بعملية التركيب إخواني؟ سأقوم أولا بتركيب الكاميرا عبر الأسلاك ونقوم بعدها بتركيب الأسلاك الكاميرا والشاشة عن بعد سأقوم بإزالة هذه القطعات ثم نقوم إلى عملية التركيب عملية التركيب إخواني سهلة نأتي بالشاشة هاتي هي أقوم بوضعها هنا تحتوي على هذا السلك سأقوم فقط بتركيبها هنا هذا السلك بعض الشاشة تأتي موصولة مباشرة لكن هذه تأتي مفصولة الإسلاك لديها نقوم بتوصيل هذه الإسلاك بهذا الشكل بعض الكاميرات تأتي موصولة وتأتي هذه الإسلاك موجودة بها لكن هذه تأتي مفصولة بهذا المكان سأقوم بوضع هذه الإسلاك هنا هنا دائما الشاشة كيف نقوم بتركيب الشاشة بالإسلاك هنا أحمر وأسود يعني عندما نرى الأحمر والأسود دائما هذا نركبه بالموجب وهذا بالسالب يتبقى لنا هذا الأخضر أقوم بتركيبه مع الموجب بهذا الشكل إذن هذا السلك الأزود أقوم بتركيبه مباشرة مع جسم السيارة وهذا نعتبر هو جسم السيارة فأقوم بتركيبه هذين السيكين كيف أقوم بتركيبهم الأحمر والأخضر أقوم بتركيبهم يا إما مباشرة مع الكهرباء الموجب بالي السيارة يا إما نأتي إلى مفتاح السويتش أقوم بوضع مفتاح السويتش في الضقاء الثانية وأبحث عن سلك موجب بلمبة الفحص أضع للمبة الفحص بجسم السيارة سلك لجسم السيارة والسلك المتبقي أضعه بإسلاك كل مرة أضع سلك السويتش وأقوم بفحص الإسلاك لأنني أشتغل ذلك المصباح عندما تشتغل معنا للمبة المصباح أقوم بإطفاء السويتش إذا انطفأ للمبة الفحص إذا انطفعت تعرف ذلك هو السلك اللذي أبحث عنه أو تستطيع التوجه إلى علبة الفيديوزات وتقوم بفحص الفيديوزات عندما تجد سلك يشتغل تشتغل للمبة الفحص به وعندما ترجع الكنتاكي للطقة الأخيرة مثلا ترجع السويتش إلى مكانها الأصلي ينطفق مع كل مصباح ذلك هو الفيديوز الذي نقصده وأقوم بتركيب هذا السلك معه أنا نفترض أننا وجدنا ذلك السلك سأقوم بتركيبه بهذا الموجب بهذا السلك إذا هنا إذا قمنا فقط بتشغيل الساشة ستشتغل معنا سأضع فقط لكهرباء وستشتغل معنا هنا اشتغلت معنا سأقوم بإطفائها لأنه أكمل هنا يتبقى لنا تركيب الكاميرا تركيب الكاميرا كذلك سهل جدا سأقوم بوضع هذا الجانب لأن هذا الذي يوصل بين الكاميرا والشاشة هنا أتي بهذا السلك بدون فتحه سأقوم بتركيبه هنا هنا طبعا لن يدخل بهذا المكان ستجد فقط مكان واحد يدخل به وهو الأحمر مع الأحمر بهذا الشكل يتبقى لهذا المدخل هذا المدخل هذا هو السلك الذي يربط معه الكاميرا والشاشة طبعا يحتوي على سلكان هذا السلك الأحمر لا يحتاج إليه سأقوم بتركيب هذا هنا أقوم بإدخاله هنا والطرف الآخر سأقوم بتركيبه مع الكاميرا طبعا سيجد هنا في شاتين طبعا هنا لن يدخل سأقوم بإدخال هذا الطرف الآخر بهذا الشكل يتبقى لني لنا طرفان للكهرباء الكاميرا كهرباء الكاميرا ماذا نفعل؟ أقوم بتركيب السلك الأسود مع السلك الأسود سالب السلك الأحمر إخواني إنا نقوم بتركيبه السلك الأحمر أقوم بوضع الريوز في الرجوع للخلف ووضع الكونتاكس سيارة والسويت في الطقاءة الثانية وأقوم بفحص السلكين مثلا لنعتبر هذه هي لمبة الرجوع للخلف هذه هي لمبة الرجوع للخلف سأقوم بإشعالها مثلا عندما نقوم بإدخال الريوز ستشغل معنا لمبة بهذا الشكل يشتغل معنا ثم نأتي بلمبة الفحص أضع سلك على جسم السيارة بهذا الشكل وتفحص السلك هنا لم يشتغل هنا اشتغل عندما يشتغل معنا سأذهب إلى السويتش وأقوم بإطفاء السيارة ويرجع الريوز إلى مكانه عندما أجد هذا المصباح انطفاء فأعرف أن هذا هو السلك الذي يحتاج إليه أقوم بتركيب السلك الأحمر به أظن الفكرة وضحت لكم قلنا إذن هذا السلك أقوم بتركيبه مباشرة مع الأحمر أو الموجب الذي يكون في المصباح الرجوع للخلف بهذا الشكل ثم أقوم بتشغيل الكاميرا نلاحظ اشتغلت معنا الكاميرا بهذا الشكل لأنه نلاحظ هذه الطريقة الأولى لعملية التركيب الطريقة الثانية بالبلوتوت أو عن بعد سأقوم بإطفائها من الذي سيفعله هذا السلك الأوسط سأقوم بفصله قلنا لن نحتاج هذا السلك ثم لن نحتاج هذا السلك هذا لن نحتاج هو الآخر سأقوم بتفصله هنا سأترك هذه الإسلاك مركبة كما كانت فقط ماذا يتبقى سأتي بهذه القطعتين كيف أفرق بينهما إن هي التي تركب هنا وإن هي التي تركب بهذه المنطقة سهل جدا دائما دائما نجد هذه التي بها قطعة حمراء هي التي تذهب إلى الكاميرا لكن هناك فرق آخر هنا سنجد مكتوب الرسيفر الرسيفر يكون يركب مباشرة مع الشاشة إخواني ونلاحظ تقوم بتركيبه فقط مباشرة هنا يعني هنا للنيج وطبعا تقوم بإدخاله هنا بهذه الشكل يتبقى لنا هذا الزلك أحمر وأسود فقط أقوم بتركيب الأحمر مع الأحمر والأسود مع الأسود وهذه طبعا ضارة منفصلة الثاني سأقوم فقط بتركيب طبعا هذه الفيشة لا تدخل هنا لكن ستدخل هنا الأحمر مع الأحمر ثم الرأس الثاني سأقوم بتركيبه هنا بهذه شكل وزمدها بكهرباء هي الأخرى الأسود مع الأسود والموجب قلنا نأتي به مباشرة من المصباح الذي موجود بالخلف للرجوع للخلف ها هو أقوم بتركيبه هنا ثم أقوم بعملية تشغيل بعد التأكد من السلاك كلها مربوطة بشكل جيد الأسود مع الأسود والأحمر مع الأحمر وهنا السلاك الحمر مع بعضها والسلاك سود مع بعض صحيح ثم أقوم بعملية تشغيل لنلاحظ استغلت معنا الكاميرا طبعا لها مزايا عدة ب استطيع التحكم بكل أضواء بالرجوع للخلف وتتحكم بعدي أشياء طبعا إذا قمنا بإطفاء لإضاءة تعمل بالرؤية الليلية بهذا الشكل أتمنى أن يكون شرحنا لأعجابكم في فيديوهات قادمة سأطبق التركيب على السيارة مباشرة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن أراض رابط الدارة سأقوم بوضعه أسفل الفيديو